ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا في الفعل الاقتصادية من شركة شاومي هو الردمي 13 4G في الفيديو ده تعرف كل حاجة عن الموبايل ده تعرف مواصفاته تعرف مميزاته تعرف عيوبه تعرف سعره تخرج من الفيديو ده لو انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل خليكم معنا الاخر الفيديو يلا بنا نبدأ ولول بسم الله اول حاجة هنتكلم عن تصميم تصميم الردمي 13 جاي من الازاز مع فريم من البلاستيك وزن الموبايل ده 198 جراب الموبايل فيه في مقاومة لرزاز المية والغبار بشهده IP53 هي مش مقاومة كاملة بس هي مقرد مقاومة لرزاز المية والغبار ولكن الموبايل نازل بتصميم شيك اما لو هنتكلم عن الشاشة فالشاشة هنا في الريدمي 13 هي IPS LCD الحجم بتاعها 769 من مية بوصة الدقة بتاعتها 2400 في 1080 بيكسل سافة بيكسلات 388 بيكسل لكل بوصة معدل تحديث 90 هرتز الشاشة دي شاشة كبيرة وكويسة ولكن للأسف هي IPS مش اول اما لو هنتكلم عن الصوفت وير فهو اندرويد 14 مع وجهة شاومي الهايبر او اس اما المعالج اللي في الموبايل ده فهو من شركة ميديا تيك والهيليو جي 91 ألترا والمعالج الرسومي اللي موجود فيه والمالي جي 52 المعالج دينا معالج كويس ويصد معك الموبايل نازل عندي بنوستين اول نسخة او اول اصدار هو 128 جيجا مساحة تقزين داخلية مع 6 جيجا رام وتاني اصدار هو 256 جيجا مع 8 جيجا رام وفي مكان مخصص لتركيب كارت الموموري اما لو هنتكلم عن القامرات فقامرات الردمي 13 بالنسبة للقامرة السيلفي هي 13 ميجا بيكسل وبتصور معك فيديوهات لحد 1080 اما القامرات الخلفية فهم قامرتين الاساسية 108 ميجا بيكسل والقامرة التانية 2 ميجا بيكسل ودي بتاعة العزل وهتلاقي مع القامرات فلاش وبتصور معك فيديوهات لحد 1080 السماعات في الموبايل ده مون ومش استيريو فيه عندك منفذ 3.5 ميلي بتاع السماعات الموبايل فيه NFC فيه IR لو تقدر تشغل الموبايل كربوت فيه راديو FM للناس المهتمية بالراديو فيه بصمة على زرار باور في فيس اللوك معظم مستشارات لها موجودة في الموبايل ده الموبايل نازل بألوان الاسود والازرق والبنفسيجي والأصفر لو هنتكلم عن البطارية في الموبايل ده فهي 5030 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع 33 وط سعر الموبايل ده كام سعر الريدمي 13 للنسخة 128 و 6 جيجا رام هو 220 دولار او ما يقابل الرقم ده في عملة بلدك والنسخة اللي هي 256 و 8 جيجا رام بحوالي 250 دولار او ما يقابل الرقم ده في عملة بلدك طيب سريعا كده ايه اهم عيوب الموبايل ده وايه اهم مميزاته عيوب الريدمي 13 وفوش مقاومة كاملة المياه والغبار الشاشة مش اموليد والسماعات ستيريو اما لو هنتكلم عن مميزات بقى عندك شاشة كبيرة تصميم شيك جاي من الازاز احدى الصوفتوير موجود اللي هو اندرويد 14 معالج قوي هيسد معاك مساحات تخزينية كويسة اللي هي 128 و 256 قامرات كويسة هتسد معاك بردو في منفذ 3.5 ميلي بتاع السماعات في NFC في IR في بصمة على زرار باور في فيس اللوك في بطارية كويسة جدا اللي هي 5030 ميلي أمبير كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل مانا يكون الفيديو عجبكم